السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بك في فيديو جيد. في الفيديو ده هعرفك ازاي تكتب مقالات احترافية متوافقة مع الاسي او بالانجليزي. حتى لو لغتك الانجليزية ضعيفة باستخدام شات جي بي تي. والمهارة دي لو اكتسبتها هتقدر تكسب منها بطريقتين. الطريقة الاولى هي انك تقدر تقدم خدماتك على مواقع العمل الحر. انك شخص بيقدر يكتب مقالات احترافية متوافقة مع الاسي او بالانجليزي. وتكسب من العمل اللي هيشتروا الخدمة دي منك. اما الطريقة التانية ودي الطريقة اللي انا بفضلها هي انك هتعمل مدونة في مجال انت بتحبه او مهتم به وتبدأ تنزل عليها مقالات بالطريقة اللي انت هتتعلمها خلال الفيديو ده ان شاء الله. وعلى المدى البعيد هتقدر تكسب من المدونة دي عن طريق جوجل ادسنس او الافليت ماركتنج. وبكده هتكون بدأت طريقك في انك تبني مصدر دخل سلب ليك. اتمنى الفيديو يعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وشير. ولو انت مهتم بنوعية الفيديوهات دي وعايز نعمل محتوى اكتر اعرفني في التعليقات. ويلا بينا نعرف ازاي نستخدم الزكاية الاصطنوعي. ونكتسب مهارة جديدة تكون مصدر دخل لينا ان شاء الله. الطريقة العادية واللي اغلب الناس بتستخدمها على عشان يكتب مقال او عشان يعمل اي حاجة هي انه بيدخل على وبيقول له ويحط الكلمة المفتاحية بتاعته يعني اكتب لي مقال عن ويحط الكلمة المفتاحية بتاعته. ففي الحالة بتاعتنا دي هتكون الكلمة المفتاحية هي ففي خلال ثواني هيبدأ يكتب لي المقال بكل سهولة. طيب نفترض ان انا عايز يكتب لي المقال ده بطريقة يعني يكتبها بكلمات بسيطة وبطريقة مفهومة لكل الناس. فهتدي له امر بكل بساطة هقول له ري رايت او قعد كتابة المقال اللي انت كتبته ده ولكن ان افريندلي تون. وزي ما انت شايف دلوقتي شات جي بي تي بدأ يعيد كتابة المقال بطريقة فريندلي. طيب نفترض ان انت عايز المقال يبقى مور انفورماتيف او يبقى فيه معلومات اكتر فبكل بساطة هتقول له ميكت مور انفورماتيف وهكذا مع شات جي بي تي اي تعديل عايز تضيفه على المقال هتكتب له بكل بساطة في الشات الامر اللي انت عايزه وهو هيبدأ ينفز لك الامر ده على طول. طيب الطريقة دي صعبة شوية وفي نفس الوقت مملة وبتحتاج منك مجهود كبير. والسؤال هنا هل في طريقة اسهل من دي اقدر اكتب بيها مقال متوافق مع الاسي او بدون معادة تدي له اوامر كتيرة زي ما عملنا من شوية الاجابة اه كل ده نقدر نعمله عن طريق اضافة للمتصفح بتاعنا. وده باختصار هو بتضيفه للمتصفح بتاعك. وحرفيا هيحول لك مية وتمانين درجة. لان باختصار ده بيكون معاه او الاوامر الجهزة اللي يديها عشان يوفر عليك انت كل الهاصل والمجهود ده كله. انت بكل بساطة بتختار الحاجة اللي انت عايزها وهو بيتكفل بالباقي زي ما هنشوف دلوقتي حالا. والبرومتس او الاوامر باختصار هي اللي بتساعد يفهم انت عايز ايه بالزبط عشان يديك الحاجة اللي انت عايزها. فالمشكلة اللي بتواجه اغلبنا ان احنا ما بنكونش عارفين نكتب ايه في عشان يبدأ يدينا الحاجة اللي احنا عايزينها بالزبط. فالاكستنشن ده هيوفر علينا كل المجهود ده. فعشان نعمل كده هنروح لكروم وبستور. وفي مربع البحث هنا هنكتب اسم الاداة. اي اي بي ار ام. ودي الاكستنشن قدامك هو. اول واحد هيزهر لك. هتدوس عليه وتضيفه للمتصفح بتاعك. لما هترجع بقى لشات جي بي تي هتشوفه بالشكل اللي قدامك ده اتغير تماما فيه كتيرة جدا جدا لا حصرة لها لمختلف التخصصات ومختلف الاحتياجات بتاعتنا. تساعدك في شغلك وفي دراستك وفي كل شيء تقريبا. فهنبدأ بقى دلوقتي نشوف ازاي نستخدم الاداة دي في كتابة مقال متوافق مع هنعمل ده عن طريق تلات خطوات بسيطة جدا جدا. اول خطوة هي كتابة العنوان للمقال بتاعنا. فعشان نعمل ده بكل بساطة هنروح على شات جي بي تي. ومن خلال هنختار هننزل تحت شوية لحد ما هنوصل ده اللي هو بلاك بوست تايتل جينيريتور. هندوس عليه. ومن هنا بقى هتبدأ تزبط الاعدادات بتاعتك. يعني مسلا انت عايز بتاعك يكون بانهي لغة. طبعا في حالتنا دي هنختار اللغة الانجليزية. وزي ما قلت لكم هو بيدعم اللغة العربية. يعني لو عايز تعمل نفس الطريقة دي عشان تكتب مقال متوافق مع بالعربي. هتعمل نفس القطوات اللي انا بعملها دي دلوقتي حالا. ولكن في ملحوظة مهمة جدا ان شات جي بي تي في المحتاج العربي مش اقوى حاجة. فتحتاج انك تعدل شوية على المقال بتاعك. ولكن خلينا نكمل في موضوع الفيديو. وهو ان احنا عايزين نكتب مقال متوافق مع باللغة الانجليزية. حتى لو احنا مستوانة في اللغة الانجليزية مش كويس. فهنا احنا اخترنا الاوتبوت يبقى بالانجليزي. التون هنا نقدر نختار يا اما اموشنال يا اما اللي هم مختارينه. طبعا لو عايزين تانية ده هنحتاج ان احنا نستخدم شات جي بي تي المدفوع. فخلينا في الحاجة العادية خالص برضو في الرايتنج ستايل هنختار الديفولت. هنا بيقولك انت عايز نكتب لك كام عنوان هنقول له عشر عنوين مثلا او خمسة زي ما انت حابب. وهنا بقى هتبدأ تكتب الكيوورد اللي انت عايزوا يكتب لك عنوين ليها. زي ما قلنا ان الكيوورد بتاعتنا او موضوع المقال بتاعنا هيكون عن الهلسي لايف ستايل. فبعد ما اديته الكيوورد بتاعتي هدوس هنا. زي ما انت شايف انا ما كتبتلوش اي او اوامر معينة. كل حاجة جاهزة من خلال اللي احنا سطبناها. وخلال ثواني اداني عشر عنوينهم قدامك. اقدر اختار اي عنوان بينهم. قبل ما نحدد انهي عنوان من العشر عنوين دول هو المناسب لنا. لازم نختار عنوان يكون فيه كيوورد عليها معدل بحس عالي. عشان يجينا اكبر عدد من الزيارات من محرك البحس. عشان نعمل الخطوة دي بكل بساطة هنروح على جوجل كيوورد بلانر وهنختار اكتشف كلمات رؤوسية جديدة وهنحط الكيوورد بتاعتنا اللي احنا اخدناها من شات جي بي تي وهنخلي الدولة المستهدفة كل المواقع الجغرافية زي ما عملت كده وهندوس على تحقيق النتائج المرجوة. هنا جوجل كيوورد بلانر قال لي ان العنوان اللي فيه الكلمة المفتاحية دي سيمبل هابتس معدل البحس عليها بيتراوح من عشر تلاف لمية الف عملية بحس شهريا. فكده احنا عرفنا هنختار انهي عنوان. دلوقتي هنروح للخطوة التانية بعد ما خلصنا من الخطوة الاولى وهي تحديد عنوان مناسب للمقال بتاعنا. هنروح بقى للخطوة التانية وهي كتابة محتوى المقال ده. برضو هنروح على جي بي تي وهنخش على نيو شات وهنيجي من التوبك هنا ونختار التوبك اللي هو الاس اي او. وهنختار البومت ده اللي هو بيساعدنا في كتابة محتوى متوافق مع الاس اي او وزي ما هم كتبين كده المحتوى ده هيكون مية في المية وكمان للاس اي او. فهنختار البرومت ده هندوس عليه زي ما انت شايف بقى موجود تحته. هنا بيقول لي اديني الكلمة المفتاحية او العنوان اللي انت عايزني اكتب لك عنه المقال. زي ما انت شايف ادت له الكلمة المفتاحية بتاعتي وفي خلال ثواني بيبدأ يكتب لي مقال مية في المية متوافق مع الاس اي او. زي ما انت شايف كتب لي العنوان اتش وان. وكتب لي تيبل اوف كونتنت. وبعد كده اداني مقدمة. هنا عنوان فرعي وبعد كده المحتوى الخاص بعنوان الفقرة دي. كتب لي المقال كله ومش بس كده ده كمان كتب اسئلة شائعة عن موضوع المقال ده. فحاجة عظيمة جدا جدا. طبعا انت دورك دلوقتي انك تقرأ المحتوى ده. ولو انت راضي عن المحتوى تمام. هنروح للخطوة اللي بعد كده. لو انت مش راضي عن المحتوى اللي كتبه. بكل بساطة هتقول له ريجن ريت ريسبونس. فيبدأ يكتب لك محتوى تاني. طيب دلوقتي في خطوة مهمة جدا جدا لازم نعملها قبل ما نروح للخطوة التالتة. والخطوة دي هي ان احنا نتأكد ان المحتوى اللي اتكتب ده محتوى يونيك مية في المية يعني مش منسوخ. فعشان نعمل الخطوة دي بكل بساطة هناخد المحتوى اللي هو كتبه كده قبي. وهنروح على موقع وهنبدأ نحط المحتوى اللي كتبهن. وطبعا هعلم على وهدوس هنا. زي ما هو واضح قدامكم دلوقتي الموقع بدأ يعمل للمحتوى اللي انا بديته له عشان يبدأ يشوف هل المحتوى ده منسوخ ولا لأ. ويبدأ يقول لنا النتيجة النهائية ايه. دلوقتي زي ما انت شايفين الموقع قال لي ان ستة وسبعين في المية من المحتوى يونيك وفي اربعة وعشرين في المية منقلين من مصادر تانية. طيب فين هم يا باشا الاربعة وعشرين في المية دول? هتيجي هنا في المربع اللي على الشمال ده هتلاقي ان هو عمل لك هايلايت على الفقرات او الجمل اللي هي تعتبر منسوخة. طيب تعمل ايه في الحالة دي? بكل بساطة هناخد الفقرة دي او الجملة دي كوبي وهنروح على شات جي بي تي وهقول له ري رايت زي سنتنس وز وان هندرد برسنت يونيكنس. يعني ايد كتابة الجملة اللي هدها لك دلوقتي بحيث تكون مية في المية يونيك. وهدي له الجملة اللي انا هنا من الموقع انها منقولة من واقع تانية. بعد ما نخلص الخطوات دي زي ما انت شايف الموقع هيقول لك ان المحتوى اصبح مية في المية يونيك. كده انت معاك محتوى حصري للمقال بتاعك ومعاك عنوان في كلمة مفتاحية مستهدفة. هنروح بقى للخطوة التالتة واخر خطوة معانا وهي ان احنا نكتب المقال ده على الموقع بتاعنا سواء الموقع بتاعك كان على او الموقع بتاعك كان على طبعا انا هكمل معكم الخطوات كأن الموقع بتاعك على ولو انت حابب تعمل مدونة او موقع كامل على فانا عامل لك عرض لا يقاوم وهو انك هتحصل على استضافة ودومين وحساب كانفا المدفوع مجانا لمدة سنة وبلاجنز تانية مدفوعة هتحتاجها في موقعك كل ده مقابل انك تشتري استضافة من الرابط بتاعي لو انت مهتم بالعرض ده لصفحة نادي الكراءة العملية وهتعرف ازاي تحصل عليه. طيب عشان نبدأ في الخطوة التانية وهي خطوة نشر المقال على هنروح بكل بساطة على بتاعتنا ونبدأ في كتابة المقال هنحط العنوان بتاعنا هنا وبعد كده هنبدأ ناخد محتوى المقال كوبي بيست ونحطه في المربع اللي قدامكم ده. زي ما انت شايف خط محتوى المقال كوبي وعملت له بيست على هنا. دلوقتي بقى هدى ازبط المقال عشان يبقى مريح لعين القارق. وابدأ بقى ازبط العنوين الفرعية. وزبط بتاع المقال ده. زي ما انت شايف عملت شوية تعديلات بسيطة زي ان انا حطيت العنوين الفرعية. طيب ازاي نعرف ان المقال بتاعنا متوافق مع ومحق كل الشروط ودي طبعا خطوة مهمة جدا جدا عشان المقال بتاعك يرانك على محركات البحث زي جوجل. فبالتالي يبدأ يجي لك زيارات كتيرة جدا مجانية من محركات البحث. عشان نعمل الخطوة دي هنضيف وهو على الموقع بتاعنا. وعشان نعمل كده بكل بساطة هنروح على وبعد كده وهندوس على وفي مربع البحث هنا هنكتب زهرت هي قدامنا هندوس على بالوقتي هنرجع للمقال بتاعنا عشان نبدأ نزبط زي ما انت شايف النتيجة المبدئية بيقول لي ان المقال بتاعك جاي بواحد وخمسين من مية. طبعا واحد وخمسين دي نتيجة ضعيفة جدا وان الصعب ان المقال ده يرانك على محركات البحث بالنتيجة اللي قدامكم دي فبالتالي محتاجين شوية تصبيت. طيب عشان نعل الدرجة دي بكل بساطة هندوس عليها فهيبدأ يقول لك ايه هي اللي عندك او يقترح عليك شوية حاجات تعملها عشان المقال بتاعك يبقى متوافق مع اول او اكتراح بيقولهن هنا اننا لازم نحط الفوكس كيوورد بتاعتنا. طيب لو انت مش عارف ايه هي الفوكس كيوورد بتاعتك بكل بساطة هتروح على شات جي بي تي وهتقول له زي ما انت شايف قال لنا ان الفوكس كيوورد للعنوان ده المفروض تكون فبالتالي هنروح لرانك ماس ونقول له ان الفوكس كيوورد بتاعتنا هي كلمة اول ما هتضفها هتلاقي ان الخاص بالمقال ده ارتفع من 51 لحد 69 ممتاز جدا يلا نكمل باقي الاكتراحات اللي رانك ماس بيقولهن هنا انا بيقول لي ان انت المفروض تضيف الفوكس كيوورد دي في المتا ديسكريبشن الخاص بالمقال ده وكالعادة عشان نعمل الخطوة دي هنروح لشات جي بي تي ونقول له اكتب لنا المتا ديسكريبشن للكلمة المفتحية دي حتى الان احنا بنكتبش اي محتوى من دماغنا وحتى الان انت مش محتاج مستوىك في الانجليزي يكون جامد عشان تبدأ تكتب مقالات بالانجليزي بعد ما شات جي بي تي اكتب لنا هنيجي واخدينه كوبي وهنحطه في الديسكريبشن هنا زي ما انتو شايفين طيب ايه تاني رانك ماس بيكترح علينا بيقول لنا المفروض تحط صورة في المقال بتاعت وفي الالت تيكست هتحط بتاعتك فبكل بساطة عشان نضيف صور للمقال بتاعنا هنقف في اي حتة احنا عايزين نضيف فيها الصورة هتظهر لك ايكونة البلاس دي هتدوس عليها وبعد كده تختار وبعد كده هتدوس على وتبدأ ترفع الصورة بتاعتك وهنيجي في الالت تيكست هنا وهنكتب اللي هي بتاعتنا زي ما انتو شايف الصورة تضافت للمقال بتاعنا والاسيو سكور بتاعنا ارتفع جدا. اخر حاجة بيكترحها علينا هي الكونتينت ريدابيلتي. فبيقول لنا ان انت المفروض تضيف للمقال بتاعك ده. عشان نعمل ده بكل بساطة هندوس على علامة البلاس دي وهنيجي في مربع البحس ونكتب وهنختار اول اختيار هنا زي ما انتو شايف اضاف للمقال بتاعنا. واصبح الاسيو سكور دلوقتي تمانية وتسعين من مية. طبعا رقم عالي جدا احنا كده مزبطين كل حاجة في المقال بتاعنا. دلوقتي هنعمل للمقال بتاعنا زي ما انت شايف المقال ممتاز جدا. كل حاجة زي الفل. وبكده انت عرفت ازاي تكتب مقال متوافق مع باستخدام شات جي بي تي بكل سهولة حتى لو الانجليزي بتاعك مش كويس. وزي ما قلت لكم تقدر تستفيد بالمهارة دي سواء انك تعمل مدونة وتكتب مقالات في المدونة بتاعتك. وع المدى البعيد هتقدر تكسب منها عن طريق جوجل او انك تاخد المهارة اللي انت تعلمتها دي وتبدأ تقدمها على مواقع العمل الحر او حتى خارج مواقع العمل الحر وتبدأ تكسب فلوس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.